السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد النهاردة بقى كده اخيرا بعد 3 شهور ما طلعناش من البيت خالص علشان الكورونا وعلشان كان عندنا حذرة جوال كامل فالنهاردة بقى ان شاء الله هنطلع كده ونخرج الاولاد شوية فتابعوا معنا الفيديو علشان تشوفوا احنا هنروح فين النهاردة بس ما تنسوش بقى قبل ما نبدأ الفيديو لو اول مرة تشوفوا القناة اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الاشعارات بالفيديوهات الجديدة طبعا النهاردة احنا مش هننزل اكل ولا وصفة جديدة ولا حاجة احنا هنصور كده فيديو معاكم برا يعني في الشوارع برا طبعا احنا دلوقتي كنا الساعة 6 لان بدأ منع التجوال من الساعة 6 لغاية الساعة 3 6 صباحا لتلاتة العصر فقلنا نخرج بادري احسن وبالمرة نستفاد بالشمس السبتات الصبح مش هنلمس حاجة طبعا ولا اي حاجة ولا هنروح مكان زحمة لا احنا هنقعد في مكان كده فاضي ان شاء الله الى اولاد هلعبوا شوية بالعجل بتاعهم وكده ونقعد ساعتين برا وهنرجع على طول ان شاء الله فلو حد حبيب يخرج برضو الايام دي فلازم يخلي باله معاكمات للايد والكمامات برضو وبلاش نلمس اي حاجة وكده علشان لسه في حالات كتير من الكورونا يعني لسه الوضع زي ما هو يعتبر او بدأت يعني تخف شوية الحالات بس لسه في حالات فلازم نخلي بالنا فاحنا قلنا بس هنطلع كده نغير جو ومش هنلمس حاجة ان شاء الله ومن برضو الهوى بتاع الصبح ده بيبقى حلو لسه فعشان برضو الاولاد تزهقوا شوية ونفسهم كانوا يطلعوا يشوفوا اي حاجة برا علشان العيد برضو عد علينا كده من غير ما نخرج او اي حاجة فان شاء الله يعني هيبقى يوم حلو هم ساعتين بس مش يوم ساعتين بس هنطلعهم ان شاء الله يبقوا حلوين يعني طبعا الفيديو دي جماعة بتصور في السعودية في الطايف علشان الناس اللي برا السعودية او اللي بتتابعني من اي مكان تاني تبقى عارفة انا فين انا في السعودية في الطايف المكان اللي احنا رايحينه ده الردف اكيد الناس اللي برضو في الطايف او السعودية هتبقى عارفة مكان كده بيبقى فاضي جنب حضيكة الردف على طول فهنقعد كده في اي مكان فاضي برضو علشان الاولاد يلعبوا شوية بالعجل بتاعهم لان طبعا مفيش جنين فتحة حتى لو في جنين يعني استحال ان احنا نروح في الوضع ده يعني من نوع اللي خوافين شوية بس هنعمل ايه بقى يعني سايبينها على الله وان شاء الله مفيش حاجة هتحصل لنا ان شاء الله باذن الله يعني فطبع بقى معنا الفيديو وكده كده خلاص وصلنا المكان اللي هنقعد فيه لقيت شجرة ورد كده جميلة فقلت اصورها لكم وانا بحب الورد جدا على فكرة فعلشان طبعا بقلنا فترة كبيرة ما شفناش المناظر الطبيعية الجميلة دي ولا شفنا الورد فقلت اوريكم الوردة دي معايا جميلة جدا ماشاء الله طبعا اكيد الايام دي مفيش عناي بالورد وكده علشان الكورونا وكده اكيد يعني ده المكان اللي احنا هنقعد فيه كده هنفرش كان فيه ناس على فكرة قاعدين بس كل واحد يعني قاعد في مكان بعيد عن التاني يعني اخذ احترازاته برضو هنا الاولادة هم بدأوا يلعبوا بالعجل والاسكترات بتاعتهم يعني قلت عشان يفرحوا برضو بقالهم فترة ما بيعرفوش يلعبوا بهم في الشقق او كده واحنا فرشنا بقى وقعدنا في المكان ده طبعا دي بقى الصور ده بتاع الحديقة بتاعت الرضاف فقلت اصور كده وحشتنا الصراحة وحشنا الجو بتاع الحضايق والجنين كده خالص فقلت اه اتفرج عليه افرجكم عليها يعني وانا كمان اتفرج عليها الصراحة زي ما احنا شايفين جميلة جدا والالعاب بقى مظيفة طبعا هي مقفولة مش مفتوحة الجو جميل ما شاء الله كده زي ما احنا شايفين والجو صفي خالص لان كنا لسه الصبح اه والشمس لسه بدأ بقى تطلع كده اه فطبعا الشمس بتاعت الصبح دي بتبقى مفيدة وكده علشان الكلسم والعظام وكده فبرضو بقلت يعني نستفيد بشوية الشمس بتوع الصبح لان طبعا احنا بقى لنا ثلاث شهور او اكتر كمان ما طلعناش من البيت يعني ما فيش شمس ما فيش اي حاجة يعني فالله المستعان يعني وربنا يا ربي يعدي الفترة دي على خير والحياة ترجع بقى الوضعها الطبيعي على قد ما احنا خرجنا يعني شوية صغيرين ما كانوش كتير وكده بس والله الاولاد يعني اتبسطوا جدا وجروا كده في المكان وطلعوا الطاقة لجواهم طبعا اه مهما كان مش بيعرفوا يلعبوا في البيت برضو زي ما بيبقوا برة بيجروا ويتحركوا اه طبعا بيروحوا بقى الصراحة اه يعني يعودوا بقى شوية كده هادين مش مش يعودوا يجروا واتنططوا على طول هنا كان في حمامة كده لو شايفينها قلت صورها عجبني شكلها قوي ما شاء الله قلت لها يا باختك الصراحة لانها قاعدة جوا الجنينة ما شاء الله طبعا الاماكن الخضرة بتريح النظر جدا انا عن نفسي بحب الاماكن الخضرة الجميلة دي وبحب يعني اصور فيها على طول آآ بقيت خايفة الصراحة الموبايل يقع مني وانا بصور تحتك كده بس الحمد لله عدت على هنا بقى طبعا قاعدين بيجروا كده شايفين ما شاء الله بنت الصغيرة عندها سنة ونص يعني يعتبر بقى لها ثلاث شهور ما طلعتش من البيت فبقت مستغرة بقى اساسا آآ كل ما تشوف ناس قاعدة جنبنا او مجموعة ناس قاعدة آآ بتروح عليهم تجري عليهم كده يعني ممكن تكون آآ نسيت الناس ممكن فالحمد لله يعني آآ طبعا كانت اخدى المكان ده كله جري رايحة تجري وجاية تجري المكان ده كله لما روحت بقى خلاص فصلة في البيت نامت مساحتش للعصر ممكن هنا بقى وإحنا قاعدين لقيت قطة صغيرة كده قاعدة مش عارفة كانت عمالة بتعيد بصوت عالي قوي تقريبا كيف عايزة تاكل او حاجة بس لما شافتنا قاعدين آآ خافت مننا ومشيت اصلا آآ ما تنسوش بقى اللايك للفيديو لو عجبكم والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لأول مرة تشوفونا علشان ينسلكم كل الاشعارات بالفيديوهات الجديدة ما تنسوش اللايك برضو عشان اللايك بيساعد في رفع الفيديو هنا بقى في نهاية الفيديو آآ بنتي بقى الكبيرة جابتلي قطفتلي وردة من هنا آآ وبتدها لكم يعني قاعدتلي ادها لهم يا ماما آآ يعني هتورها لكم دلوقتي بس هي بتتكسف شوية ان هي تظهر ده انا طبعا اللي كنت آآ بمسك الوردة هي هتجيب لي وردة في النهاية هتشوفوها في آخر آآ آآ في آخر لقطة في الفيديو وتقول لكم بقى باي باي ومع السلامة ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته